اشتركوا في القناة تنزلاق الحملة الانتخابية نحو العنف في سابقة اولى لم يعرفها المشهد السياسي بدعوة عمودهم التشخيص في خطاباتهم فضلا عن تبني اساليب استفزازية في بعض الاحيان منتقدين طول مدة الحملة الانتخابية التي جعلت الجميع يعيش على العصاب جريدة الخبر وتحت عنوان طرق الجزائر في المرتبة الواحدة والتسعين عالميا كتبت عن تركيز خطاب وكلاء الحملة الانتخابية للمترشح عبدالعزيز بوتفليقة على ما يقولون انها انجازات حققت خلال سنوات حكمه التي امتدت لخمسة عشر سنة غير ان تقريرا حديثا صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يضع الجزائر في مراتب متأخرة جدا في هذا المجال لدرجة ان تونس والمغرب تحققان تقدما لافتا عن الجزائر الفجر تناولت في تقريرها عودة ازمة الحليب بعنوان الحليب سيختفي من السوق الوطنية بعد الرئاسيات امتنعت الدولة عن تزويد المذبنات العمومية بكطة اضافية من بذرة الحليب بعد ان استنفذت هذه الاخيرة الكامية السنوية المخصصة لها ما ينذر باحتدام الازمة اكثر واختفاء كيس الحليب من الاسواق وهو ما سيلهب الجبهة الاجتماعية وينذر بانفجار وشهك البلاد وبالبنط العريض عنونت تقاريرها تقارير امنية تحذر من اسبوع الانزلاق كتب فيه صاحب التقارير عن تلقي وزارة الداخلية تقارير امنية تحذر من اتساع رقعة الاحتجاجات والتي تتحول في الغالب الى احداث عنف على غرار ما شهدته ولاية بجايا منذ يومين واتهمت التقارير جهات سياسية بالتحريض على الاضطرابات ترجمة نانسي قنقرا شكرا